بشكل سهل او بسيط مقاس اربعة واربعين يارب يكون تصميم سهل بسيط وعجبك بصي ازاي تعملت بطريقة حلوة اوي وشيك ومرضو ممكن تركيب الكلفة دي من ورقة وكما ممكن تركيبها من تحت احتراء وبركاته ازايكم ايه اكبر جهور في الدنيا الله وما سهل يا السلام بارك على سيدنا حمدين وعلى الله وصحبه السلام ان اردرجينا ما بعد بيه جلبية سهلة اوي بسيطة الجلبية دي جلبية بيتي بطريقة جميلة اوي اهم حاجة ازاي تقدرين جزائرية وفي نفس الوقت الجلبية اصلا عادية بشكل سهل الجزائرية ازاي هنقول هتتعمل جزائرية ازاي تعمل جزائرية ازاي هذه الجلبية بطول اللعاء ماشا ومرسوم البطرون التعديلات بتاعتنا ايه هي اول تعديل ان احنا هنبتدي ناخد من الكتف وهنبتدي نوسع حردة الرقبة تمام? هنبتدي ناخد من الكتف تلاتة سنتي بالزبط. اللي هو اصلا كان ستة سنتي بقى هنقسمه نصين وهناخد تلاتة سنتي منه بس. تمام كده? وبعدين هنبتدي ناخد حردة بس مش حردة هيعملها سبعة بالزبط تمام كده? على نفس الطول ال�ديم بتاع حردة الرقبة دي. وبعدين نعمل التعديل بتاع الخلف اهو. كده ونزود بس نعملها حردة. حردة ونكملها حردة كده بالاخر. لحد الاخر. تمام? بنفس الصورة دي وبنفس الشكل ده. طيب بعد كده هيبقى في ايه? هنا من اول نقطة الحردة الرقب على الحد. دوران السدرة هنبتدي نفتح الجزئية دي كلها. طيب دلوقتي بس هنقص التصميم كده وبعدين هنشوف هنفتحه ليه وهيبقى ليه شكله في النهاية. بص يا جماعة بنفس الطريقة كده هنبتدي نقص. فيش اي تعديلات زي ما اتفقنا. الجلبية معمولة على مقاساتك. او البطرول الاساسي معمولة على مقاسك. وده التعديل الوحيد انك هتعمليه على الجلبية عشان خاطر تخلي الجلبية تبقى نفس التصميم الموجود في الصورة معنا. تمام? دي الجزئية الخلفية اهي. اهي. ودي حردة الرابة كلها اهي. تمام كده. ودي الجزئية الامامية. برضو بنفس الطريقة ونفس الصورة. اهي. شايفة ازاي? مفيش فيها اي فرق خلص. وهنبتدي نجيب كده حردة دي الكتف على الكتف ونحطه. هنبتدي نقفل بنفس الصورة كده. اهي. شايفة ازاي? وهنبتدي نقفل الكتف التاني اهو. اهو. تمام كده? طيب احنا اتفقنا ان هنفتح من اول دوران السدر لحد حردة الرقبة تمام? فانا هبتدي افتح كده من اول حردة الرقبة لحد دوران السدر. طب انا عايزة مري ما افتحها الحد بعد كده كمان لحد النص شوية هتبتدي تفتحها عادي زي ما انت حبت. تمام? طيب ليه عملت كده او ليه الفتحة دي? عشان خاطر الفتحة دي هنبتدي نحط عليها التعديل اللي هيخليها جزائرية او عادية. الجزائرية الفرق بينها وبين العادي ان في زي كلفة مليانة ورد كتير قوي بتبتدي تحطيها من اول حردة الرقبة دي. من اول حردة الرقبة هنا كده وبتخدي بعضك وانتي نزلة. وبعد انت هتطلعي نفس الفكرة من ناحية التانية. فده اللي احنا هنعمله وهنركبه. ثانية واحدة بنفس الصورة وبنفس الشكل. هبتدي الوقتي اجيب الكلفة واركبها. شكل الكلفة اللي هتبتدو تركبوه تمام? هو هو نفس الشكل اللي بيتباع عند اي حد. آآ طبعا بصي بيبقى رسومات وارده بيبقى في كمان خرص وحاجات زي كده. دلوقتي بقى في عندنا الشكل الجلبية الناهي اهو. بعد ما ركبنا فيه الكلفة وحولناها جلبية جزائرية بشكل سهل قوي قوي ببسيط مقاس اربعة واربعين. يا رب يكون تصميم سهل وبسيط وعجبك بصي ازاي تعملت بطريقة حلوة قوي وشيك. ومرضو ممكن تركيب الكلفة دي من وراء وكمان ممكن تركيبيها من تحت تمام? طريقة حلوة قوي قوي. اهم حاجة بصي اللايك والتعليق والاشتراك. تفصيلة جلبية مقاس اربعة واربعين بطريقة سهلة وبسيطة مع الكلفة بتاعتها. اهم حاجة. لايك وتعليق والاشتراك ونسألنا انتو طيبين يا جميل جميل في الدنيا في امان الله. ما تحية التعليم الخيطة مع مريمة.